وصلت القفلة الطبية التي نظمتها محافظة شمال سيناء عملها لليوم الثاني على التوالي في مدرسة أحمد عرابي في مدينة العريش واستهدفت توقيع الكشف الطبية على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وقمت القفلة الطبية بتوقيع الكشف الطبية على نحو 3300 مواطنا خلال يوم أمس الاثنين في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان بخلاف التحليل الطبية هذا وستوصل القفلة التي تضم مختلف التخصصات الطبية عملها حتى يوم غد الأربعاء تقدم لهم كشف طبي كامل تحليل كل الاحتياجات اللي بيحتاجها المريض بتتنفذ على طول وده طبعا بيساهم حد كبير في التخفيف عن المستشفى ويكفي ان احنا العمليات اللي بيتم إجراءها في المستشفى وصلت المستشفى إلى زير عمليات يعني تقريبا ما فيش قيمة انتظار موجودة عندنا خدمة اللي أنا لقيتها النهاردة وكل المواطنين لقوها خدمته ونما ساعدونا من تحليل وأدوية كله بالمجان ربنا يبارك له